مهندس محمد أبو سعد أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك وخليني الحقيقة يعني أبتدي من المعنى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري حريك قلتلي أنه تم إنشاؤه سنة 2001 يعني بالوقت اقتربنا من 20 سنة ما هي مهمته يعني بنقول الجهاز أولا قومي يعني على مستوى الجمهورية والتنسيق الحضاري بمعنى إيه طبعا الجهاز هدفه أنه يضع الأسس والمعايير للتعامل مع الفراغ العام يعني هو وضع الضوابط اللي يجب أن احنا نتعامل بها مع الفراغات العامة مع المباني ذات القيمة ولما بقول مباني ذات القيمة بقصد الفراغات العامة بمعنى الأماكن المفتوحة مثلا؟ الأماكن العامة اللي بيتردد عليها العامة ملا هي خاصة ولا هي أماكن محددة اللي هي فراغ عام يعني السحات الفراغات العامة زائد أن نحن معنين بالمباني ذات الطبع المعماري المتميز وهي مش المباني الأسرية ولكن المباني اللي بتتميز بحقبة زمنية مرتبطة بشخصية أو بتمثل مدرسة معمارية وهي دايماً بتبقى في المباني في نهايات القرن 19 ده إحنا دورنا أن نضع الأسس والمعايير للتعامل مع المباني والمناطق في عندنا كمان في مصر مناطق ذات قيمة مش بس مبنى لوحد وزوقيمة ولكن المنطقة كنسيجها العمراني زي أهمها طبعاً القاهرة التاريخية أهمها الخدوية أهمها المعادي جاردن سيتي الرشيد مدينة رشيد سيوة واحد سيوة مصر الجديدة دي مناطق لها نسيج عمراني يجب أن التعامل معها ما يكونش زيها زي أي منطقة نسيجها مختلف وبالتالي بتطبق عليها قوانين البناء العادية طب إذا ما وجدتم هناك يعني نوع من أنواع الاعتداء على هذا الطابع ما هي سلطتك فيه يخافه؟ فيما يتعلق بالمباني ذات الطابع المعمالي المتميز إحنا خدنا سلطة أن إحنا نتعامل مع المخالفات اللي عليها لكن المناطق هي ما زالت سلطة الأحياء إحنا بنضع الضابط المعيير إيه القواعد اللي بتنظم العمران في المنطقة دي ولكن السلطة التنفيذية اللي بتنفذ رؤيتنا واللي بتنفذ الاشتراطات بتاعتنا هي السلطة التنفيذية اللي هي المحليات يعني حددتك ما عندكش أساساً سلطة تنفيذية لا أنا مش سلطة تنفيذية يعني هنقول لك سلطة استشارية إحنا نعتبر الجهاز الواضع للاشتراطات والضوابط والمعيير لشكل المدينة وضوابط التعامل معها فإحنا اللي بنضع الضوابط دي يعني لما يجي أتكلم على القاهرة الخدوية إيه اللي يجب أن نعمله فيها لو حد بيتعامل على مستوى الفراغ العام إيه اللي مسموح وإيه اللي غير مسموح بنحط الضوابط دي وأي مبنى بيتنفذ في هذه المناطق لازم الحي المختص أو المحافظة ما تدلوش رخصة إلا لما تبعت لنا إيه اللي هيتعامل في المنطقة دي بنعرضه على الخبرة بتوعنا بحيث هم اللي يكروا إذا كان المبنى اللي هيتنفذ أو مبنى هيتطور أو مبنى هيعاد استخدامه في نشاط آخر يتعرض على الخبرة اللي عندنا يقولوا رأيهم في هل ده متوافق مع اشتراطاتنا اللي إحنا وضعينها ولا لا ده على مستوى التعامل مع التصميم العمراني للمناطق كذلك المباني بقى لو في مبنى مسجل وإحنا طبعا عندنا قاعدة بيانات لمباني مسجلة مصر غنية في الجزء ده كويس جدا إنه عندنا أكتر من 7500 مبنى مسجلين على مستوى محافظات الجمهورية المباني المسجلة دي أي تعامل عليها في إعادة التوظيف أو في الترميم أو التعامل معها لازم السلطة التنفيذية اللي هي الأجهزة المحلية المحافظات أو الأحياء أو الوحدات المحلية ما تمنحش الترخيص غير لما ترجع للجهاز يعرضه على اللجان تدرس اللي حيتعمل فيه هل هو متوافق مع الاشتراطات والضابط الموجودة في الجهاز من عدد حضرتك بتقول ما معناه أنه أنكم كجهاز لكم سلطة استشارية فقط لكن مش سلطة تنفيذية طب هفترض أنكم اعترضتوا على شيء ما بيتبلغوا للمحليات المحليات لا تنفذوا إيه الإجراء اللي ممكن يتاح هو الطبيعي أن المحليات تنفذوا يعني الطبيعي في الوضع العادي وفي الأغلبية العظمى بتنفذ لكن في بعض الحالات ما بتتنفذش الرؤية بتاعتنا لأن إحنا أنا زي ما بقول حضرتك إحنا دورنا إن إحنا نضع القواعد اللي تحافظ على التراث المعماري والعمراني في المدينة وإن الأجهزة التنفيذية لما تمنح ترخيص في التعامل مع هذا تراعي هذا تراعي الكلام ده وبالتالي إحنا لما بنلاقي مشكلة يعني لو استعرضنا مثلا مشكلة زي مشكلة الأعمال الفنية اللي بتوضع في الميادين دي موضوع الميادين دي الحقيقة عايزة توقف يعني بس يعني عشان يعني ننتهي من هذه النقطة أنتم جهاز في النهاية استشاري لا تستطيعوا إنكم تجبروا الجهة المنفذة على هذا العمل وهذه الجهة اللي ممكن نرجع لها هي المحليات عندما لا تستجيب المحليات أصبح الموضوع غير دي فائدة يعني هو مفروض مش غير دي فائدة إحنا بنناشد اللي ما بينفسش ضوابطنا ومعاييرنا إنه يلتزم بيها لكن الطبيعي إن معظم الأجهزة التنفيذية بتنفذ اللي بنقول وبالتالي اللي بيحصل النهاردة في وسط البلد هو التزام بالضوابط والمعايير بتاعتنا ترجمة نانسي قنقر